اشتركوا في القناة شكرا أهلا وسهلا فيك دكتور خلينا نبدأ بموضوع طبعا الحج هذه السنة نحن نعرف أنه أماكن كل سنة وزارة الصحة بتاخد إجراءات احترازية بخصوص هذا المجال ولكن هذه السنة في عنا بسبب الحروب أمراض سارية منتشرة مثلا عنا كوليرا باليمن وعنا يمكن كتير من البلاد ما مشوا بالخطط المطعيم الموجودة عادة بسبب الحروب اللي عم بتصير فبالتالي هذين الحجاج لما عم بتواجدوا شو كانت إجراءات وزارة الصحة زي احترازية لحتى نحمي حجاجنا بهاي الفترة حقيقة الإجراءات الاحترازية اللي بتكون بها وزارة الصحة قبل سفر الحجاج نعم حقيقة بتبدأ قبل عدة شهور آكي تنسيق ما بيننا وما بين وزارة الأوقاف وتنسيق ما بيننا وما بين السلطات السعودية السلطات السعودية بالعادة يعني بتعلن عن الاشتراطات الصحية للحج وبالتالي من خلال المعطيات اللي بتزودنا فيها وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية منتخذ الإجراءات تبعتنا والمتمثل عادة أنه بتطعيم كافة الحجاج ومجانا لمطعوم السحاية الوبائي يكون تنسيق ما بيننا وبين وزارة الأوقاف منزودهم بمشارات تثقيفية عن أهم الأمراض زي الإنفلونزا وبالتالي يعني الحمد لله أن منتخذ كافة الإجراءات الضرورية نعم دكتور يعني ذكرت موضوع كتير مهم بجوز مش كل ناس بعرفوا أنه السلطات السعودية أو في السعودية ببعتوا للدول المعايير أو الشروط اللي هم بطلبوها إيش أبرز هاي المعايير الحقيقة هذه الاشتراطات بتكون طبقا للوضع الوبائي العالمي وأن في أمراض معينة مثلا زي ما تفضلت أنه مثلا السنة هذه مثلا في حالات مثلا كلرة في اليمن فبناء على الوضع الوبائي في الدول العالمية فبيكون الاشتراطات الصحية طبقا للبرد احنا هنا بالنسبة للمملكة الحمد لله الأمور عندنا كبير ممتازة الأمر الوحيد أنه على كافة الحجاج أنهم يأخذوا مطعوم السحاية الوبائي السحاية فقط هذا المطعب وأحيانا بالنسبة للفئات العمري الكبيرة ينصح مش للكل ينصح بأخذ مطعوم الإنفلونزا وفي الموسم هذا بالرغم أنه يعني عالة مطعوم الإنفلونزا يتأخر لأنه عالة يعني بيتم تجهيزه بشهر ثمانية بالتالي يعني كانت الوزارة حريصة جدا أنه تأمنه قبل سفر الحجاج طيب هلأ كان إشي بالتحديد بالنسبة للكوليرا؟ صار إشي بالتحديد احترازي؟ نحن الحمد لله في المملكة تقريبا من 36 سنة لم نسجل أي حالة كوليرا ومن هذا عندنا النظام رصد فعال جدا بالنسبة للكوليرا أنه باستمرار نفحص عينا يعني نسبة معينة من العينات البرازية اللي بتراجع المراكز الصحية والمستشفيات للكوليرا وكلها سلبية بس أني هذا يعني طبق يعني اعتمادا على الوضع اللي في اليمن في عندنا فرق صحية موجودة على المعابر الحدودي اللي رح يدخل من الحجاج والأمور إن شاء الله يعني تحت السيطرة وأيضا منكم بإعطاءهم وهم راجعين مطعوم علاج للالتهاب الصحية علاج وقائي نعم ناس محلة بس إذا كان شخص معين إما يكون مطعامش أو إلى آخره فنعطي علاج وقائي للصحية للجميع هذا ما بيأزي حتى لو كان مطعامش أو مش مطعامش يكون فيه فريق من وزارة الصحة على المعابر الحدودي ومنعطيه عبارة عن علاج وحب وحب عن طريق الفم نعم أستاذ الإجراءات كيف بتصير قبل الحصول على الفيزا بعد الحصول على الفيزا المطعوم السحية تحديدا وفيه سؤال ثاني كيف بتم حصر الجنسيات الأخرى اللي بتتفيق يعني بفيزولها للحج من الأردن أو بتيجي هي من دولة أخرى تتجه من الأردن بالطيران مثلا إلى السوريين الحقيقة بالنسبة للحجاج الآخرين بتنسيق مع وزارة الأوقاف المطعوم حتى يعني يؤتي ثماره هو شرط من شروط أنه لما الجواز يتقدم للفيزا لازم تكون أنه قبل السفر والمفروض دائما أنه يعني على الأقل قبل عشر أيام من تاريخ المغادرة يجب أنه يأخذ حلو ومع هذا ما نكون بالاحتياط الثاني اللي هو إعطاء علاج بقائي لهذا المرض عند عودة الحجاج حلو يعني الحجاج لو هم يقدموا للفيزا في السفارة السعودية لازم يكون في شرط أنه هو مع بالزبط أنه يكون في إثبات أنه هذا الحاج أنه أخذ مطعوم السحية والجنسيات الأخرى ونفس الشي الجنسيات الأخرى تمام بحب نسمع من حضرتك دكتور على البيعثة الطبية المتخصصة اللي بترافق الحجاج خلال فترة الحج الحقيقة يعني في عندنا بعثة صحية من تقريبا عدد أفرادها من 60 إلى 70 معاني الوزير قبل ما سافروا واجتمع مع البيعثة يعني وأعطى التعليمات الضرورية والحقيقة يعني السنة هذه بجزء المرة الأولى أنه على تواصل يومي مع البيعثة من خلال مكالمة تليفونية يوميا وعندهم هم بطلعوا تقرير يعني من البيعثة الطبية للسلطات السعودية وبيبعثونا نسخة عن هذا التقرير والحمد لله الأمور يعني حتى اللحظة هذه أنه ما كانش في عندنا أي حالات لأمراض سارية عنا رقام عدي حجاج توجهوا من الأردن؟ الرقم عندنا تقريبا بحدود 7000 ونحن كمان البيعثة الطبية مسؤولة عن حجاج عربي الثماني واربعين اللي عددهم بحدود 4000 حاجة نعم نعم 4000 غير السبعة تلاف الأردنية؟ بزرط يعني مجموعة الحجاج المشرفة عليهم لبيعثة الحجة الأردنية بحدود 11000 حاجة نعم دكتور بالنسبة للحجاج واختلاط الحجاج بكل الحجاج الآخرين الموجودين على أراضي المملكة العربية السعودية كيف بتم تثقيفهم لطبيعة الطعام والشراب والتعامل مثلاً وإذا واحد صاب مرض له سمح الله واضطر أنه يأخذ إبرة هناك يأخذ دواء معين كيف بتم تثقيفهم كيف يتعاملوا مع كل الأجواء هناك في السعودية؟ الحقيقة منا ورشة عمل لمدة يوم واحدة البعثة الطبية كيف يتعاملوا مع الحجاج والرسائل احنا حكينا قبل شوي عن رسائل تثقيفية قبل مغادرتهم والحقيقة كمان في رسائل تثقيفية أثناء وجودهم حتى يعني أحطينا معهم نشرة تثقيفية عن الإنفلونزا عن مرض السحاية فبتم تثقيفهم والحقيقة في رسائل معايدة أثناء الحج مثلاً أنه عدم مثلاً عدم تناول مثلاً العطعم المقشوفي اللي بالشوارع مثلاً نعم أنه بالنسبة للمياه الشرب كمان أنه يكون حريص أنه يكون من مصدر مأمونة هذه من أهم الرسائل بالإضافة إلى وسائل الوقاية الشخصية أنه لما يفوت على الحمام يطلع الحمام من النظافة لأنه زي ما قلت أنه الحقيقة موسم الحج هو تحدي كبير تحدي كبير لأ الحجاج لأنه حوالى مليونين حاجة حاجة من حوالى 186 دولة تخيل يعني كل دول العالم يكون فيها حجاج وبشكل تحدي لهؤلاء الحجاج تحدي للمواطنين السعوديين اللي بيحتكوا معهم وتحدي آخر للمواطنين بالدول اللي رح يرجعوا إلىها بالتالي إذا كان في لا سمح الله أي أمر الساري ممكن تنتقل للدول الأخرى حضرتك دكتور حضرتكم بوزارة الصحة بقسم الأوراد السارية أنا عندكم تجهيزات سنوياً قبل موسم الحاج اللي هي التجهيزات اللي تفضلت حكيت لنا إياه هلا عنده رجوعهم شو التوصيات اللي بتعطيها للأشخاص طبعاً في وزارة صحة وبالجهات الرسمية من وزارة الصحة قايمين دواجباتهم زي ما تفضلت ولكن حضرتك كطبيب يعني مسؤول عن الأمراض السارية شو بتوصل الحجاج هلا وهم يراجعين أول يريدون روح يهنوهم الحقيقة يعني الشيء المفرح إنه حتى اللحظة هذه معظم السلطات السعودية وباتصالاتنا اليومية مع بتحة الحج الأردنية لا توجد مؤشرات على أي أمراض ساري ذات بال خايفي منها لكن الحقيقة بالحج يعني كونه حوالي مليون حاج موجودين يعني بيقوموا بنفس الأعمال بنفس الفترة فباستمرار الالتهابات التنفسية بتشكل تحدي آآ دائماً فالالتهابات التنفسية من يعرف إنه معظم هذه الالتهابات التنفسية بيكون سببها فيروس وهذا الفيروس عنده القابلية إنه ينتقل من شخص إلى آخر فمنلاحظ باستمرار إنه جزء معين من الحجاج عند عودتهم يكونوا مصابين بالالتهابات التنفسية طبعاً هذه الالتهابات التنفسية بالعادة بتكون خفيفة لكنها أحياناً تشكل خطر على فئات معينة من الناس على كبار العمر عند الناس اللي عندهم أمراض مزمنة اللي المناعة عندهم متدنية فنصيحتنا باستمرار إنه عند عودتهم بالسلام إن شاء الله إنه يعني هذه عادة التقبيل ما بينهم وما بين أحباهم أقاربهم يعني نحد منها لأنه جزء يعني لا بأسي منهم بيكون عنده هذه الالتهابات التنفسية هاي ممكن إنه يمكن الأخف شوي إنه هاي السنة موسم الحج بالصيف يعني عم بتخيل لما كان مواسم الحج بالشتاء أكيد كان هناك في تحدي أكتر لوزارة الصحة لم يكن الحجم صحيح بس يعني ما زال التحدي موجود ما زال التحدي موجود نعم يعطيكم ألف عافية شكراً كثيراً شكراً دكتور كل عام وأنت بألف خير كل عام وأنت بألف خير يعطيكم العافية أهلاً وسهلاً شرفنا دكتور